أهم مدارس الفلسفية هناك العديد من المدارس الفلسفية التي ظهرت على مر العصور ومن الممكن أن نذكر بعضها كالتالي المدرسة اليونانية وتعد هذه المدرسة من أهم المدارس الفلسفية في التاريف حيث ظهرت في اليونان القديمة في القرن السادس قبل الميلاد وتظن المدرسة اليونانية عدداً من الفلاسفة المشهورين مثل سقرة وأفلاطون وأرستو المدرسة الأفلاطونية هي أحدى المدارس الفلسفية الأساسية التي ظهرت في العصور القديمة والتي استسها الفيلسوف اليوناني الشهير أفلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد وتركز هذه المدرسة على دراسة المفاهيم الفلسفية الأساسية مثل الواقعية والمعرفة والحقيقة والفكر والروح والخير والجمال وتتميز المدرسة الأفلاطونية بتأكيدها على أهمية العقل والفكر في الوصول إلى المعرفة الحقيقية وبأن العالم الحقيقي يمثل في الواقعية الأفكار المطلقة وأن العالم الظاهري هو مجرد ظل لهذه الأفكار المطلقة والتالي فإن المدرسة الأفلاطونية ترى أن العالم الحقيقي يتمثل في العالم الذي يتعامل معه العقل والفكرة والروح وأن العالم ظاهريه مجرد ظل لهذا العالم الحقيقي ومن أبرز ملفات أفلاطون التي تعبر عن نبادئ المدرسة الأفلاطونية الجمهورية وفيادوس ومن أشهر تلاميذه الفيلسوفة اليونانية رستو الذي استسى بدوره مدرسة فلسفية مستقلة عن المدرسة الأفلاطونية ولكنها تشترك معها في بعض الأفكار والمبادئ المدرسة الأفلاطونية هي أحدى المدارس الفلسفية الأساسية في التاريخ والتي تأسست في اليونان في القرن الرابع قبل الميلاد على يد الفيلسوف اليوناني الشهير رستو وتركز هذه المدرسة على دراسة المفاهيم الفلسفية الأساسية مثل الأخلاق والسياسة والفن والعلوم وتتميز المدرسة الأفلاطونية بتأكيدها على أهمية العمل العملي والتجريبي في الوصول إلى المعرفة الحقيقية وبأن الخبرة والممارسة العملية هي الطريقة الأفضل للوصول إلى المعرفة العملية والحكمة وتشمل هذه المدرسة عدة مجالات مثل الأخلاق والفن والعلوم الطبيعية والسياسة ومن أشهر مؤلفات رستو التي تعبر عن نبادئ المدرسة الأرسطوية أخلاق نيقومفياً وسياسة وفيزيكا وقد تأثرت الفلسفة الإسلامية بالمدرسة الأرسطوية وقد عمل علماء المسلمين القدام مثل الفيلسوف الأندلوسي إبروج على ترجمة مؤلفات أرسطو المدرسة السقراطية هي أحدى المدارس الفلسفية التي ظهرت في اليونان القديمة والتي تركز على تطوير المنهج السقراطي في الفلسفة وفيلسوف اليوناني سقرط هو مؤسس هذه المدرسة والذي عرف بأسلوبه السؤالية والمناقشة والتحليل النقدي وتتميز المدرسة السقراطية بالتركيز على البحث عن الحقيقة والعدالة والفضيلة وذلك عن طريق النقاش والحوار الفلسفي الذي يجري بين الفيلسوف وتلميذ وتشمل مفاهيم المدرسة السقراطية القدرة على التفكير النقدي والتحليل والقدرة على التواصل والتعاون والاعتراف بالجهل وتطوير المعرفة من فلل التساؤل والاستفهام من أهم تلاميذ سقراط الذين اتبعوا انهجه الفلسفي ونقلوه إلى الأجيال التالية هم أفلاطون وزين وإيرستيبوس وأنتستينس وإيرستيبوس وغيرهم وأسهمت المدرسة السقراطية بشكل كبير في تأسيس المدارس الفلسفية الأخرى مثل المدرسة الأفلاطونية والمدرسة الأستوية المدرسة اللهوتية تشير مدرسة اللهوتية عادة إلى المؤسسات التعليمية التي تدرس اللهوت وهي دراسة الإيمان والعقيدة الدينية والممارسات الدينية وركز المدرسة اللهوتية على فهم الله والإيمان والمسيحية والكنيسة واللهوت المقارن الأخلاق وتختلف المدارس اللهوتية من حيث الاتجاهات الفكرية والمذاهب الدينية التي تعني بها فمنها ما يركز على اللهوت المسيحي وآخر يركز على اللهوت الإسلامي وغيرها من المذاهب الدينية وتأسست المارس اللهوتية في العصور الوسطى كجزء من تقليد الكنيسة المسيحية الغربية وتوسعت فيما بعد إلى المدارس اللهوتية الإسلامية واليهودية والهندوسية وتشمل للمدارس اللهوتية اليوم جامعات اللهوت والمعاهد للهوتية والكليات الدينية والمراكز البحثية المختلفة التي تعني الدراسات المدرسة الوجودية هي إحدى المدارس الفلسفية الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين والتي تركز على فهم الإنسان ووجوده العالم وتركز المدرسة الوجودية على الفرد والوجود الإنساني وكيف يتأقلم الإنسان مع العالم الذي يعيش فيه ويعتبر الفيلسوف الفرنسي جانبول سارتر هو المؤسس الأساسي للمدرسة الوجودية والذي كتب الكثير عن فلسفة الوجودية ويعتقد سارتر وغيره من الوجودين بأن الإنسان هو الذي يختار معنى وغاية حياته وأنه لا يوجد معنى ثابت أو محدد للحياة وتشمل مفاهيم المدرسة الوجودية الحرية والمسؤولية الفردية والوعي وأن الإنسان يجب أن يقبل حالته الموجودة ويتعلم منها كما أن المدرسة الوجودية تركز على القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية وعلى كيفية تأثير هذه العوامل على الوجود الإنساني وتأثرت المدارس الوجودية بالعديد من الفلاسفة الأخرى مثل النتشاوي هيتجر وكيركيغور وغيرهم وقد أثرت المدرسة الوجودية بشكل كبير في الثقافة الغربية والأدب والفنون والفكر المدرسة التحليلية هي أحدى المدارس الفلسفية الحديثة التي ظهرت في القرن العشرين والتي تركز على فهم اللغة واستخدامها في التحليل الفلسفي وتركز المدرسة التحليلية على الدراسة المنطقية واللغوية للفلسفة وعلى تحليل الأدلة والحجج الفلسفية بطريقة دقيقة وصارمة ويعتبر بريترالد رسول دويج في تغنشتاين وجوتلوب فريجة وغيرهم من الفلاسفة هم المؤسسون الرئيسيون للمدرسة التحليلية وتركز السفة هؤلاء الفلاسفة على استخدام اللغة والمنطق لفهم الأفكار الفلسفية وعلى إثبات الحقائق الفلسفية من خلال التحليل الدقيق اشتركوا في القناة